لم يوضح رئيس مجلس النواب نبي بر أمام النواب الذين شاركوا في لقاء الأربعاء ما هي الخطوات التي سيقوم بها في حال استمر الوضع القائم على ما هو عليه ولكنه ردد أمامهم ثلاث مرات أنه يمهل ويمهل ويمهل ولكنه لن يبقى ساكدا عن هذا الوضع وقد فهم النواب أن المقصود هو تفعيل لعمل المجلس النيابي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من ولايته الممددة لجهة محاولة انتخاب رئيس للجمهورية وإنتاج قانون انتخابات جديد ومعالجة مشاكل اجتماعية ومعيشية وفي مقدمها إقرار سلسلة الرتب والرواتب وقونانة الإفادات بدل الشهادات مستندا في ذلك إلى تهيب داخلي مما هو قادم رئيس مجلس النواب قال إن الحكومة قامت بواجبها في دعوة الهيئات الناخبة مشيرا إلى ضرورة صدور قانون في هذا المجال لمطابقة المهل والفت من جهة أخرى إلى أنه ما زال على موقفه من التمديد رغم هذا الموقف ألمح النواب المشاركون في اللقاء إلى ظرف أساسي قد يحتم التمديد لمجلس النواب وهو عدم إتمام الانتخابات الرئاسية قبل النيابية رغم أن الرئيس برر وكما قالوا لا يزال يجد أن هناك متسع من الوقت لانتخاب رئيس جديد قبل موعد الاستحقاق النيابي أولا من بلش برئيس الجمهورية وتاني مجلس النواب لأنه إذا مننا العكس العكس ما بيقدي إلى ما بيعيد في مؤسسات دستورية تمشي لكن أيضا انتخابات الرئاسية أساسية واليوم مفروض قبل بكرة لأنه كمان حتى ما نقع في موضوع الانتخابات أو ما بعد الانتخابات في ما بعد بإشكالات دستورية وقالونية الرئيس برر جددت تأكيد أن سلسلة الرتب والرواتب ستكون في رأس جدول أعمال أول جلسة تشريعية كما أعاد التذكير بملف النفط والغاز وأهمية استغلال هذه الثروة لمصلحة لبنان واللبنانيين ترجمة نانسي قنقر